أهلا بكم في فقرة موضوع اليوم نتحدث عن قرار المملكة المغربية إجراء تقليص ملموس لجزء كبير من المكون المدني من بعثة المينورسو ولمناقشة الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرباط عبد الرحيم منار سليمي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي صباح الخير دكتور أهلا وسهلا طبيع إذن ماذا يعني عمليا وسياسيا تقليص بعتة المينورسو الشق المدني منها بعتة المينورسو هي عادة تتشكل من شق مدني وشق عسكري الشق المدني كانت وظيفته منذ إنشاء هذه البعتة وهو الإشراف على الاستفتاء بلاغ وزارة الخارجية المغربية كان واضحا بأن مسألة الاستفتاء لم يعد لها وجود ولم يعد لها وجود في قرارات مجلس الأمن وبالتالي انتهت مهمة هذا الشق الشق المدني يضقى فقط الشق العسكري الذي هو يشريف على مسألة وقف إطلاق النار هذه القوات هي قوات جاءت في ضرف سياق معين وقد لاحظنا منذ سنوات كانت هناك محاولات لا من طرف الأمير العام ولا من طرف الجزائر أن تغير مضمون عمل هذه القوات ولكن اليوم يبدو بأننا نتجه نحو نهاية مهام هذه القوات اليوم هناك بلغ واضح على أن الشق المدني انتهى لأن مسألة الاستفتاء مستحيلة ولا يمكن أن تكون يبقى كما قلت الشق العسكري على اعتبار أن هناك اتفاق على وقف إطلاق النار هذا مع العلم أنه حتى الشق العسكري يتحمل مسؤولية دخول الأمين العامل الأمم المتحدة إلى المنطقة العازلة مرفوقا بقيادات البوليزاريو هذا يعتبر خرقا واضحا للاستفاقيات وقرارات مجلس الأمن بل أنه تعديد للأمن والسلم الدوليين أعتقد بأن سقطه والسره يرتفع وقد لاحظنا مناورة من طرف الأمير العام بركيمون هو يحاول أن يزيح عنه هذا الخطأ الشخصي الجسيم الذي ارتكبه وأن يحاول أن يعمم المشكل ككل طيب ما هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المغرب في إطار هذا ردود الفعل التصعيدية حول ملف الصحراء لاحظنا بأن هناك انحراف واضح للأمين العام وهناك عداء شخصي للمغرب وتعنت للأمين العام الأمين العام الذي كما قلت ارتكب خطأا قانونيا جسيما فهو مجرد موظف إداري والكل يعرف القانون ذو لما هي وظيفة الموظف الإداري هو انحاذ اليوم بات طرفا ينضم إلى الجزائر وينضم إلى الفليزاريو طرف في الصراع مع المغرب هذا الإجراء الأول أولا وزير الخارجية وقدم مذكرة احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمطلوب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقحم كل مضى من هذه المذكرة في تقريره القادم أكثر من ذلك أن الإشارة التي أعطى المغرب اليوم بعملية تقليص هذا الشق المدني السياسي من قوات حفظ السلام هو أيضا إجراء أيضا يجب تعليق مسألة المفاوضات ومسألة استقبال الأمين المبعوث الأممي كريستوف الروس لأن العمل هو مرتبط بهذه الأزمة أكثر من ذلك أن هناك إشارة أخرى وهي مسألة التفكير ودراسة سحب قوات حفظ السلام القوات العسكرية المغربية الموجودة في مجموعة من مناطق العالم ضمن قوات حفظ السلام هو الآن بمعنى أنه حق شرعي هذا السحب لماذا؟ لأنه لما يستهم الأمين العام المغرب بأنه دولة احتلال فهو لم ينتبه بأن هناك قوات مغربية موجودة في العديد من مناطق سوى السور هي تشرفه على السلام ولكن هنا الورقة التي يجب الاشتغال عليها وهي حصر هذا النزاع في هذه الفكرة الجوهرية وهي أن هناك خطأ كبير جسيم ارتكبه الأمين العام يجب أن يبرر بمعنى أن تكون هناك حجج قانونية في مواجهة الأمين العام وأن كل ما قد يأتي فإنه يتحمل مسؤوليته الأمين العام لأن الخطير في الأمر هو أن ما قام به الأمين العام هو أنه يقرب الحرب الحرب أقول الحرب بين المغرب والجزائر هناك معلومات أمنية خطيرة تقول بأن الجزائر وقبل زيارة الأمين العام بشهور هي تدرب ميليشيات البوليزاريو على مسألة القيام بعدوان ضد المغرب إذن هو يجب أن يتحمل هذه المسؤولية أنه الآن يقرب مسافة الحرب ما بين المغرب والجزائر في مرحلة الكل يعرف بأن شمال إفريقيا هو متوتر ومدطرد وحرب من هذا النوع يمكن أن تعصفها بالأمن والسن الدوليين في العالم ككل طيب بانكيمون ماضي خدما في تصريحاته هو عبر أمس عن غضبه من مسيرة يوم الأحد كيف تنظرون إلى هذا الرد الفعل لبانكيمون لاحظي معي أولا بأن هناك بمعنى أن بانكيمون يحاول أن يبرر تصريحاته من داخل مخيمات الرابوني بأنها رد فعل شخصي ولم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة أن كان هناك أمين عام يقحم المسائل داتية مع مسائل موضوعية بمعنى أنه له مرجعية وكل تعبيراته الشخصية يجب أن يحطف ضدها إلى حين أن يغادر المنظمة أكثر من ذلك أنه يتحدث وهنا حسب صريحاته عن خيبة أمل وغضب بشأن المظاهرة يبدو بأنه لا يعرف شيئا بأن هناك أمين عام نزل إلى هذا المستوى ويتحدث عن مظاهرة شعبية عفوية خرجت في الرباط بمعنى أن هذا أمر مغربي يتعلق بالأمة المغربية لا يمكن أن يتدخل فيه لا بانكيمون ولا غيره ثم الإشارة التي هي خطيرة أن بانكيمون ارتكب خطأ آخر لما طلب توضيحات بخصوص خروج أعضاء الحكومة المغربية في التظاهرة الذين خرجوا أولا في التظاهرة هما خرجوا بما يمكن أن نسميتهم بقبعاتهم الحزبية وحتى لو خرجوا بشكلهم بمنصبهم الوزاري فهذا شأن داخلي مغربي لا يهم بانكيمون إذا اليوم واضح من خلال كل هذه المعطيات لا تحتاج إلى تفسير كثير بانكيمون في نهاية ولايته هو عقد صفقة مع الجزائر هذه الصفقة يجب أن نتابعها ولكن الخطير هو أنه عقد صفقة شخصية أو صفقة تكون لسائدة دولته لأن مصاره ومن يعرف بأنه دولته دفعت العديد من العقود لكي يصل إلى هذا المنصب وارتكب هذا الخطأ الجثير في هذه المرحلة يجب أن يضل النقاش القانوني مع خروج الأمين العام عن المرجعية القانونية عن ميتاق الأمم المتحدة ويجب أن ننتبه إلى أن الأمين العام هو قال بالحرف بأنه في نهاية المطاف هو يبقى يخضع لمجلس الأمن لأن القرار في نهاية المطاف هو لمجلس أمن يجب أن نتوجه إلى مجلس أمن وأن نرفع شكوى بخصوص تصريحات هذا الأمين العام ولكن بشرط أن تكون هناك مدكرة قانونية دقيقة تقوم بعملية تحليل كل هذه الخروجات القانونية التي قام بها وتنبيه المجتمع الدولي بأن ما قام به ستكون له تداعيات على السلم والأمن الدوليين والإقليميين في منطقة شمال إفريقيا طيب نلاحظ كيف تطورت التصريحات الآن إلى مواقف تصعيدية هل تتوقعون أن يؤثر ذلك على العلاقة بين المغرب والأمم المتحدة بخصوص المفاوضات حول ملف الصحراء المغربية أولا يجب أن ننتبه إلى ما يكسب اليوم في مواقع الفوليزاريو ومواقع الجزائر التي تبدو بأنها مساندة لكل هذه الأطروحات التي يقدمها بن كيمون لهذا نقول بأنه طرف إن حاز إلى أطراف المعادية للمغرب هل سيؤثر المطلوب الآن لا أعرف مضمون المذكرة التي قدمها وزير خارجية المغربي لبن كيمون ولكن مطلوب أن تكون مذكرة مفصلة بدقة عن كل الخرقات التي ارتكبها بن كيمون خلال زيارته لمخيمات الربوني وزيارته للجزائر والصريحات العدائية وزيارته إلى المنطقة العازلة ودخوله مع قيادات الفوليزاريو كل هذه المسائل هي خرقات قانونية يجب أن تكون هذه مذكرة وأن يكون هناك ضغط من أجل أن يكون مضمون هذه المذكرة داخل التقرير القادم أكثر من ذلك يجب التوجه للشرح إلى عضاء مجلس أمن الخمسة الذين يؤثرون ويجب الانطلاق من التصريحات التي كان يقوم بها منذ بنيزويلا داخل مجلس الأمن الذي هو أطلق وحاول أن يفرض أجندة زيارة من كيمون على المغرب يجب الانطلاق إلى كل هذه الخرقات وأن تكون هناك مرافعة لا يجب أن تنتهي إلى ما بعد أبريل أكثر من ذلك يجب أن يستمر في نفس الوقت هذا الضغط الشعبي وهذه التعبئة لأن العالم اليوم كله يعرف بأن المنطقة تحدث عن المنطقة في حالة ما إذا كان هناك خطأ في ملف الصحراء سوف يتعرض الأمن والسلم الإقليمي برمته إلى تهديد خطير طيب الآن كيف تنظرون إلى وضع المغرب هل يوجد في موقع قوة وفيما يتعلق بالتطورات حول ملف الصحراء هناك أزمة وهذه الأزمة فيها مجموعة من الفرص الفرصة الأولى وهي كما قلت أمين عام ارتكب خطأا جسيما أمين عام عقد صفقة مع الجزائر الجزائر التي أرشت الاتحاذ إفريقي كله هي في نفس الوقت عقدت صفقة مع الأمين العام المغرب هو آخر بوابة أمنية في منطق مستقرة في شمال إفريقيا وهذه المسألة يعرفها الأوروبيين جيدا وتعرفها الولايات المتحدة الأمريكية التي تراجعت عن المسودة التي كانت في سنة 2013 عن طريق تقرير كان قد أعده البنتاجون أندات يقول بأن آخر بوابة تضمن الأمن لأوروبا ولحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية هي المغرب إذن هناك فرص التي يمكن أن يوظفها المغرب أكثر من ذلك لا يجب أن يقلب الأمين العام الأزمة اتجاه المغرب لأن الأمين العام هنا يحاول أن يجعل الأزمة هي بين الأمم المتحدة والمغرب ولكن الأزمة هي بين المغرب وبانكيمون والجزائر والفوليزاريو إذن هنا يجب أن يحصر النزاع في هذا اتجاه هناك فرص متعددة ولا أعتقد بأن الدول الكبرى ستغير مصار قرارها الذي كان القرار الأخير 22-18 الذي دعا إلى مسألة أن يكون هناك دعا الفوليزاري والجزائر إلى مفاوضات السيد عبد الرحيم منر سليمي عذرا للمقاطعة لديق الوقت شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات